جددت جمهورية غينيا الاستوائية دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها السبيل الوحيد الجدي وذام استاقية لتواصل إلى حل سلمي ودائم لنزاع حول صحراء المغربية وقد أعرب وزير الشؤون الخارجية بغينيا الاستوائية سيميون آنكي خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي انعقد عبر تقنية التواصل عن بعد أعرب عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي في منطقة الصحراء باعتباره السبيل الوحيد الجاد وذام استاقية لتواصل إلى حل سلمي ودائم لنزاع حول الصحراء المغربية وأبرز في هذا الصدد أن جمهورية غينيا الاستوائية لا طالما دعمت وستواصل دعم الوحدة الترابية للمغرب مذكرا في سياق ذاته بفتح بلاده مؤخرا كنصرية عامة بمدينة الداخلة